لا مدن آمنة للصحفيين كان هذا عنواناً لتقرير سنوي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق حيث وثقت فيه الجمعية أكثر من 300 اعتداء على الصحفيين في البلاد من بينها 140 اعتداء بالضرب و34 عملية اعتقال فضلاً عن إغلاق عدد من مكاتب مؤسسات أعلامية جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وثقت تعرض عشرات الصحافين ممن كانوا ينقلون احتجاجات تشرين من عام 2019 قائلة إن جهات معينة كانت هي من تستهدف الصحفيين عن طريق القتل والاغتيال والاختطاف في إشارة إلى الميليشيات المتحكمة في البلاد لتؤكد الجمعية أن هذا الاستهداف للصحفيين جعل العراق في مراتب متقدمة من حيث تراجع حرية الصحافة تزمن هذا مع تقرير آخر عن مراسلون بلا حدود أشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 163 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2021 التقرير أكد تعرض حياة الصحفيين في العراق للخطر أثناء تغطيتهم التظاهرات والتحقيق في الفساد وفقا لمراسلون بلا حدود فإن الصحفيين معرضون لخطر المضايقة أو الاختطاف أو الاعتداء الجسدي أو حتى القتل على أيدي ميليشيات متنفذة كما تناولت مراسلون بلا حدود عدم المسالة في الطهاد الصحفيين مشيرة إلى أن هذه الجرائم تمر بلا عقاب بسبب عدم وجود تحقيقات أو بسبب عدم جدواها أساسا في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه السياسة التي تتبع الحكومة في تعاملها مع الصحفيين تمثل تكميما للأفواه وأكدين أن غياب التشريعات والقوانين التي تحفظ حياة الصحفي وتمنع تعرضه للعنف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات زاد من حجم مشكلة استهداف الصحفيين وباتت السلطة الرابعة تناشد حريتها المسلوبة بأدوات حكومية وأخرى ميليشيوية بحسب المراقبين